السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتعرف على الحرف الثابت يكتب الحرف كبيرا بخط الطبعة على هذا الشكل ويكتب كما نقول دائما إذا بدأت به الجملة إذا كتب بعد نقطة أو نقطة استفهام أو نقطة تعجب فهذه النقط تتبعها في العادة أيضا يكتب الحرف كبيرا إذا ابتدأ به اسم علم يعني اسم شخص اسم مدينة دولة إلى آخره ويقابله في خط اليد أي بخط الدفتر هذا الشكل آغ ماجسكول أما بالحجم الصغير مينسكول فيكتب آغ هكذا بخط الطبعة ويقابله بخط اليد هذا الشكل ونقرأ آغ 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 إذن فالحرف آغ ينطق كما ينطق حرف الغين في العربية غير أنه في بعض الحالات ينطق كحرف الخاء في العربية وبما أن آغ هو قنصن يعني حرف ثابت فهو يقرأ كما لو أن فوقه سكون غ وإذا أردنا تحريكه فلابد أن نضع بعده ديف ويل حروف متحركة لأنها تلعب دور التشكيل في العربية يعني أنها تحرك لنا الحرف فمثلا الحرف هو آغ والصوت هو غ غ مع آ تقرأ غ أو آغ غ مع إي غي أو إيغ غ مع أو غو أو أوغ غ مع أو أو أوغ غ مع أو أو أوغ ونقرأ غ آغ غي إيغ غ اغ أوغ أو أوغ أو円 أوغ أوه أوغ أوه أوغ أوغ أوه أوغ لنقرأ بعض الكلمات لليستيناس سرا سرا سوري سوري غاغ، غاغ، غير، غير، طواغ، طواغ، تخي، تخي، فخوا، فخوا، بخي، بخي كما تلاحظون أن الحرف اغ قرأناه غ وأيضا قرأناه خ بصفة عامة هذا الحرف يقرأ غ لكنه يقرأ خ في أربع حالات إذا كتبت قبله مباشرة هذه الحروف نجمعها في كلمة واحدة لنتذكرها فنقول المهم تجمعوها في كلمة لتساعدكم على تذكر هذه الحروف الآن سأعطيكم بعض الكلمات وعليكم تعرف على التي ستتضمن حرف اغ إذن لنبدأ غيطاء يا مغوالك بخيله مثالية مغوالك بخيلة مغوالك بخيلة مغوالك بخيلة جمزة إذن الكلمات التي تتضمن الحرف آغ هي غوز، سيرك، سيترون، غيتار، مغميت، پرون كما تلاحظون أن آغ قرأ غ وأيضا قرأ خ في سيترون وبرون لأنه جاء مسبوقا بالحرفين سي وبي إذن لنقرأ بتأني غوز، سيرك، سيترون، غيتار، مغميت، پرون والكلمات التي لم تتضمن الحرف آغ هي لنقرأ هذه الكلمات بتأني شا، ذيلو، بوبي، باطو، بيجاما، طابل الآن سأعطيكم تمرنا تراجعون فيه الحروف التي درستموها في الحلقات السابقة وحلقة اليوم حاولوا التركيز بعد الشيء سأعطيكم نفس الكلمات التي رأيناها الآن وعليكم أن تكملوا الفراغ بالحرف المناسب روز، سيرك، سيترون لنقرأ روز، سيرك، سيترون غيتار، مغميت، پرون لنقرأ غيتار، غيتار، مغميت، پرون شا، غيلو، پوبي لنقرأ شا، غيلو، پوبي الآن وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي التدريب على الكتابة بخط اليد إذن كما ترون هكذا تكتبوا لقونسون أغ مينوسكول يعني بالحجم الصغير بخط اليد وهكذا تكتبوا أغ ماجوسكول بالحجم الكبير إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح دعائكم وإلى حلقة أخرى بإذن الله اشتركوا في القناة